أكبر مشكلة في الحزب أنا باعتقادي ليست الانطلاق الحزبية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية وحمل هذه القضايا الاشكالية تكمن في أنا أسميها الممانعة الديمقراطية في الحزب في ممانعة يعني عقيبة وقاتلة وهي التي أكهلت الإصلاح وهو في قمة مرحلة الشباب اليوم ثلاثين سنة في عمر الأفراد هو مرحلة الشباب وقمة النار يعني عقد من الزمان وثلاث عقود من الزمان لكن الممانعة الديمقراطية التي في الحزب تجعل الحزب كأنه اليوم يبدو في سن السبعين أو التسعين لأنه جيل لأنه أجيال الماكينة الحزبية تستقطب وترفض الطاقة الحزب الكثير من الكوادير التي لا يستفد منها لا شك أن الأزمة التي تعيشها في اليمان والتي يتحمل اليوم أو يقع في القلب من هذه الأزمة تكمن على المنصلاح على مستوى مواقهة المشروع الإمامي في الشمال أو مواقهة المشروع الإنفصالي في القنوب نعم وفضلا عن ذلك للأسف أنه الإصلاح يواقه أيضا ليس فقط المشروعين الإنقلابيين في الشمال والقنوب وإنما يواقه أيضا تنكر أحزاب وطنية لدوره يعني مثلا الشركاء العمل السياسي والحزبي اليوم الإصلاح أنا باعتقاد الهجمة الكبيرة التي يتعرض لها الإصلاح ليس لكونه التجمع من الإصلاح بالخلفية الإسلامية لا بالعكس يعني أنا باعتقاد الهجمة الرئيسية التي يتلقاها الإصلاح أو تدفع كل هذه القوى للاتحاد وتوقيه خارطة العدى بالتقاهي هو أن الإصلاح آخر ضمانة لاستمرار العمل السياسي والحزبي والتعددية السياسية في اليمن وآخر القوى التي لديها يعني وجود وامتداد شعبي هذا الوجود وامتداد شعبي يعني في إطار تجريف مقاومة الدولة الإيمانية الهدف المركزي والرئيسي لكل هذه الحرب سواء من قبل الإنقلاب في الشمال الإنقلاب الحوثي براضريته النظرية الهاشمية السياسية أو حتى الإنقلاب القروي المناطقي الموجود في عدن اليوم الذي يريد تحويل العودة إلى ما قبل مايو التسعين هذان الإنقلابان مع القوى الإقليمية الداعمة لهما سواء إيران أو الإمارات أو حتى التواطع السعودي في هذا الملف كل هذه القوى ترى أنه لا يجب أن يكون هناك يمن جمهوري ديمقراطي تعددي وأن المدخل لهذا الرؤية والسيناريو هو القضاء على كل الحوامل الوطنية الحقيقية للعمل السياسي الإصلاح أهم ضامن اليوم الحزب الذي لا زال صامد على انتداد يعني 30 عام فيه سأتجاوز مرحلة دخول الحوثي إلى صنعاء الإنقلاب في إنقلاب 21 سبتمبر وموقف الإصلاح وكيف خرج من صحبه من الصحة إلى آخره وصلمت الأمور الحوثيين لكن ماذا عن انقلاب الموجود مثلا في المنطقة الجنوبية والإصلاح موجود في العب السعودي وكحبية وعلاقات يعني استغرب ما موقف القيادة الإصلاحية الموجودة هناك يعني لماذا ليس لها دور لماذا ليس لها دور سياسي حقيقي فاعل طبعا الإصلاح حتى لا نظلمه يعني ولا نتقنى الإصلاح ضرب دفع ضريبية كبيرة ليس فقط في الساحات في المعارض السياسي في العمل السياسي لا وجود له أنا أقصد يعني هو الدفع ضريبية كبيرة ليس فقط في الإنقلاب التي تم في صنعها أيضا في الإنقلاب التي في عدن يارقل اليوم تم تجريف كل ما له علاقة بالإصلاح اغتيلت قياداته سجنات ونفيت سيطروا على ممتلكاتهم أيضا في المناطق الجنوبية اليوم صحيح يعني تجريف لكل ما له علاقة بالإصلاح